افتتحت هيئة البحرين للثقافة والأثار مكتبة الصوفيا في سوق الجسرية بالمحرق وذلك بحضور معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار في خضم الثورة المعرفية لا زالت المعرفة هي الوسيلة الأحق أن تبقى وهي الوسيلة للارتقاء بالمجتمعات من هنا جاءت مكتبة صوفيا لصاحبتها رزان المرشد التي ترى بأنه لا بد للمعرفة أن تتحد ولا بد لكل العلوم أن تخدم شيئا واحدا وهو عقل الإنسان تأسست صوفيا في الكويت عام 2017 وكان للمكتبة نبض في اسطنبول وها هي اليوم تحط رحالها في البحرين وفي سوق الجسرية تحديدا لتجمع بين هويتين كويتية وبحرينية أكثر تنبض بروح السوق في المحرقة حيث افتتحتها حيئة البحرين للثقافة والأثار تحت رعاية معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة المكتبة جمعت بين صخب الموسيقى والفن والفكر تضم كتبا فكرية وأدبية مهتمة بالشعر إضافة إلى كتب من إصدارات المكتبة نفسها تنقل القراءة في رحلة تجمع بين الفنون وكل مجالات المعرفة ترجمة نانسي قنقر